يجب الانتباه دائماً للأعراض التي تدل على وجود خلل أو عطل في السيارة قد تكون بعض هذه الأعراض مرئية مثل وجود تسربات بالسوائل تحت السيارة مع مراعاة أن تساقط الماء من نظام تكيف الهواء بعد الاستعمال أمر عادي الإطارات تبدو مثقوبة أو فيها اهتراء غير منتظم مؤشر درجة حرارة المحرك يشير باستمرار إلى درجة حرارة أعلى من المعتاد مؤشر مقياس ضغط زيت المحرك يشير باستمرار إلى ضغط أدنى من المعتاد عداد الفولتية يشير باستمرار إلى مستوى أعلى أو أدنى من المعتاد بعض الأعراض قد تكون مسموعة مثل سماع تغير في صوت انبعاث غاز العادم صدور صفير حاد من الإطارات عند الانعطاف صدور صوت غير معهود عن نظام التعليق وبعض الأعراض تكون أعراض تشغيلية مثل دوران المحرك بصورة متقطعة أو متعثرة أو غير منتظمة سماع صوت أزيز أو أصوات أخرى تصدر عن المحرك انحراف السيارة بشدة إلى جانب واحد عند تعشيق الفرامل انحراف السيارة بشدة إلى جانب واحد عند القيادة على طريق مستوى فقدام فعالية الفرامل أو الشعور بمقاومة ضعيفة عند ضغط الفرامل أو الشعور بدواسة الفرامل تقترب من لمس الأرض اشتركوا في القناة